فنا الأول النقاش خلال هذه الصبيحة سنتحدث عن الترويج والتسويق للتمور الجزائرية في الأسواق الخارجية نحو زيادة في معدلات التصدير نذكر أن وزير التجارة سيد سعيد جلاب أشرف قبل أيام بمقر الوزارة لاجتماع خاص بشعبة التمور وحضرته جمعية موظبي ومصدرية التمور وبعض من المتعاملين الاقتصاديين وكان الحديث ومناقشة عدة نقاط صبو في مجملها في رفع حجم الصادرات وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه مصدري التمور الذين يواجهون عددا من المشاكل من بينها نذكر التقليد المضاربة التهريب غياب المرافقة التقنية وكذلك غياب القرد الرفيق على غرار بقية المتجين كما قلنا للحديث في الموضوع أسعد باستضافة السيد عبد المجيد خبزي عضو المكتب الوطني جمعية التجارة الحرفية المكلبة بولاية الجنوب صباح الخير مرحبا بك معنا طيب من أي ولاية؟ ولاية بسكرة ولاية بسكرة الحمد لله تمور خاصة خلال هذه الفترة دخلنا موسم جني المحصول نعم بدأ ذكر جني التمور والحمد لله بسكرة هي من أحسن تمور على مستوى العالم في جودة دقة نور كيف تقيم مثلا هذا العام منتوج هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية؟ المنتوج هذا نشوف فيه الحمد لله يكون منتوج وفير جد جيدا كما يقولون الحمد لله الفلاحين المستبشرين خير دائما الفلاح عنده مشكلة على التسويق قبل التسويق تحدث عن المنتوج هذا العام ما واجهتكم مش مشاكل يعني في مثلا أمراض تصيب نخل المنتوج هو دائما كين مرض بفروة هو يحكم التمور ونحضر بسكرة ونحضر على دائما الولايات الجنوبية مكلف بها الان كراءة كمكلف بولايات الجنوب تنمية تاحا هو المشكل كين مرض بفروة ودائما احنا وزارة الوصية دائما ننصحهم نزمنا طريقة منقوش طريقة تقليدية طريقة تقليدية تكون أنهم يعطوا المقاولين يدوروا الرش غريفوت على القدران ويرش كما يقولوا يداوي التمر ما كفيش ما يقدرش يدخل داخل داخل لوحات التمر ويداويها كين دول أخرى نعطيك مثلك ايران زون ايران عندهم طريقة تداوي كما يقولون الوحات النخيل هما عندهم 24 مليون نخلة احنا ممكن عندنا 19 مليون وما كما يقولون السوسة عندهم أقل منها بكتير لماذا هم يدوروا عندهم يداوي الوحات بطائرات بدون طيار أبتكروا طرق حديثة لله حاننا دائما نقول للوزارة ما داوينا نروح لهذه التقنية نداوي الوحات بطائرات بدون طيار باش يمكانية يتقلم الأمراض بفروة والسوسة وزيد المنتوج من دون شك يزيد المنتوج كبير والفليح ما تكون عندهم قسارة وكان أيضا ممكن نقص المياه بعد الوحات القديمة مكانش أبار احنا نتمنى ومن ما زال لمشكل الكهرباء والمياه نفس المشكل الكهرباء في وحات نفس المشكل الكهرباء المياه كان مشاكل هذا هو المشكل الكبير في اللح والمياه كده رحلوا الفراج يعاني يعاني كتير باش يعاود يعطوه طرق حسنا باش يعاود الفراج ولا ممكن ممكن مشكلة تاني وثائق وثائق الناس قضية امتياز وعنده وثائق قديمة باش يخدم باش يعاودوا يسهولوا هذا موقت كبير أكيد المهم منتوج السنا يعني ما فيش مشاكل منتوج ممكن يكون وفير احنا نصبح شروع خيرا كان منتوج كبير أنا حاسب ما شفنا في بسكرة ومغير وجامعة وكنت في غردية أيضا كان منتوج بإذن الله سبحانه وتعالى المهم أسواق إن شاء الله قبل الحديث عن تسويق في الخارج خلينا نتحدث عن الأسواق الداخلية قليلا يعني كثير من الجزائريين أنقل لك ما قالوه على التمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر من الآن قضية الموز يقولوا الموز اللي يجي من أماكن بعيدة من أمريكا الجنوبية ويتباع الكيلو بعشرين ألف والتمر اللي يجي منه من بسكرة ومن الواد ومن غردايا يتباع بستين ألف وثمانين ألف هذا سؤال مهم والآن المستهلك الجزائري يعرف إلا نوع دقلت نور والجزائري فيها 360 نوع من تمور الجزائرية إحنا دائما نقول نازمكم عندهم ثقافة باش يروحوا لأنواع تمور الأخرى دقلت نور صح غالية ما عليها الكيوي ينشره بمئتين ألف ومئة وخمسين ألف ينشر التمرة بسبعين ألف عن عائون الفلاح الجزائري بكل صراحة فلاح رو عنده تاني أتعب كبيرة باش يجرد نخلة باش يقطع وكل شي كين مصاريف كبيرة اللي فلاح يعني السبب الارتفاع هو النوعية دقلت نور هي المرتفعة سعرها كين أنواع أخرى كين أنواع تمور تاني كين تونك تبوشت كين دقلت بيضاء كين تاني الصنف الثاني كين الصنف الثالث هل تكون رخصة شوي تكون رخص هو وضوك المستهلك الكريم يروح وإحنا نقوله بصحة إن شاء الله يحبي يأكل إلي دقلت نور كين يشوف الأصناف الأخرى وفيها قيطامينات أكثر من دقلت نور هما دايما متهجين لدقلت نور بسين تكون رغالية وأنا نقول لهم كنت شيرها بسبعين ألف مش خسارة في الفلاح الجزائري ومش خسارة في الفلاح الجزائري ومش خسارة كوي بمية وخمسين ألف معلش كح نعاونه وبعضانا والفلاح وما دابيه بيحها بعشرين ألف إذا تكلف له أقل لم يتكلف له أكثر دقلت نور هي عزيزة نخلة حساسة ونزم لها كما يقولون الانتراتيان تحا أكثر من النخلة الأخرى فلاح يصرف فيه مصاري كبيرة يصرف مصاري كبيرة غير اللي يطلع النخلة نزمة 300 ألف يعدلها 300 ألف ويلقحها 300 ألف النخلة الوحدة ويجد يكتحها 300 ألف وطلعها واحدة وحسبها والمصاري يفتع الماء والمصاري يفتع هذا اللي يخلي السعر مرتفع هذه في دقلت نور فقط في دقلت نور وما في الأنواع الأخرى السعر كويسو يقدر يستهلك المستهلك الكريم وإحنا في المعارض كينين في المعارض هي أنواع تمر أخرى ممكن المستهلك يشوف في دقلت نور الزماء يقولون حتى الأنواع الأخرى من تمر فوق 36 ألف توصل حتى فوق 40 ألف لا 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 ممكن غلطين ممكن يهضروا على دقلت نور أو ممكن في بعض الولايات سعر يختلف ممكن كان مضاربة بين الفلاح وبين الوسيط والتاجر الحقيقي احنا علاها كنا نديره في الصارونات وقع مضاربة كذلك في التمور نعم 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 سيدة العلاية وقع مضاربة ندقيك في وقت الجني ندقي الآن في الجني أوليح 30 ألف و25 ألف دقلت نور كي الناس عندهم أين بالضبط شمن ولاية في ولاية بسكرة في ولاية بسكرة لأن السوق يغلل عنده هذا الأسبوع في السوق سوق الجملة في بسكرة وصلوا 25 ألف 30 ألف والآن كي الناس عندهم أموال يخزنوا تمور دقلت نور في الغرفة التبريد ومن بعد ما يبقى جني التمور ميدوشك كين مواسم يخرجوها في رمضان ويخرجوها في وتكون فيها مضاربة الفلاح هو نقولك صراحة موش يربح كيم يربح الواسط طيب هذا عن الأسواق الداخلية الأسواق الخارجية الآن وهذا هو التحدي الكبير نحن الآن الدولة الجزائرية تريد من الفلاح الجزائري أنه يخرج من عباءة الفلاح مجرد فلاح ويصبح مستطمر كبير ويساهم في إدخال عملة صعبة ويشتطمر ويرفع حجم الصادرات للخارج في رأيك هذا العام أو تقييمك الحجم الصادرات التمور الجزائرية قبل الحديث عن الأسواق اللي ممكن أننا يمكن أن نلجها الآن هل هو تصديرنا يعني مقارنة بدول أخرى تصدير يعني في المستوى وفي الآن أنا بأمكر صراحة مع وزير التجارة هذا الحمد لله نشوف فيه ناشط جدا واشتغلت قبل كيكون رأيك في التجارة إنسان ناشط عنده استراتيجية نحن نازم ندوك باش نصدره نازم تكون عندنا استراتيجية حقيقية باش نقدر نصدره تمور الآن المصدر الجزائري عنده إشكال يقول لك أنا ندير سجل تجاري ونكون مصدر سجل ما نزمش يكون مصدر كما يكونش يعرف ندوك نحن الجزائر كانت تحفيزات تحفيزات في النقل تحفيزات في مدى التمور كانت تحفيزات من جزار التجارة من الإشكال يتخرج من الجزائر وتصدر هنا إشكال ما يعرفش القوانين تعد دولة اللي يصدر لها وفي التصدير كان مشاكل إن شاء الله هدوك نطرقوا فيها نعطيك كمثال مثال لك القانون الجزائري تصدر التمور من الجزائر إلى مثال إلى فرنسا عبرك التجارة الفرنسيين فهموا وفهموا القوانين على باله كنصدر أنا من الجزائر ونبعته إلى فرنسا على نبعته ميسيو إيكس على باله التمور يوصل إلى فرنسا إذا مديهش هذا السيد ميسيو إيكس سواء نطيشه في البحر ولا نرجع إلى الجزائر هذا القانون الجزائري هذا القانون ضر المصدرين ضر المصدرين حاجة كبيرة إحنا اقترحنا قانون جزائري يحدد شخص معين أنه هو تفتح لاتريدوكريدي يعني تفتح باسم شخص وعتبيع له في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في كل دولة هو على باله التمر يوصل في الميناء وكي تفتح الكونتونير يقول لك أنا متفقناش بهذا النوع من ديش لك ما تنجمش تبيع له أحد أخر سواء تطيشه في البحر ولا ترجع إلى الجزائر وخسارة أخرى خسارة كبيرة نحن نزلنا قواعد تجارية في أوروبا في آسيا وفي روسيا باش نقدر يكون المصدر الجزائري يروح القاعدة التجارية ويعرف هذا الزابون إذا ما شرها شواء كان 100 واحد أخر يبيع له تنقص لنا الأخسارة والمصدر الجزائري نازم نازم تكوين نازم تكوين باش يصدر نازم يعرف القوانين الدولة اللي علي يصدر لها موش يقول أنه فيه دول ترجع عدد من المنتوجات بسبب مشكلة تعليب وتغليف فقط وكان نقص في التعليب صح بكل صراحة من الحمد لله هدوكم نشوف هنا بعض المصدرين بدأوا يواكبوا العصر هنا ويروحوا للتعليب طريقة عصرية ممكن المصدرين جديد نازم تكوين باش يقدر يصدر نازم باش يصدر حاجة نازم يعرف الدولة هذيك اللي يعني يصدر لها القوانين ينتوحها ويعفل الطاكس كامل ونزيد لك حاجة أخرى ذوك احنا كان دول كان قوانين تفاضلية بين الجزائر وأوروبا وكان بين الجزائر والدول العربية احنا روسيا ما عدناش قانون تفاضلي نعطيك مثال شفنا الأيام الماضية شفنا الوزير التجارة تنقل إلى روسيا وكان فيه معرض هناك الجزائر شاركت فيه معرض وكان فيه جناح مخصص لطمور الجزائري ودقرة نور بالضبط قلنا وشو الفرق ما بين الأسواق الأوروبية والأسواق الروسية احنا بالنسبة لنا أسواق روسيا هي أحسن سوق للجزائرين تبدأ كل أنواع تمر وما يتشرطون علينا أغروبا بالقاوانين تاحهم والتشرط والنوعية تقريب خسر وتقريب 80% مصدر الجزائرين الأسواق الأوروبية بالنسبة لنا معت السوق سوق روسيا بكل صراحة سوق مهم يدو كل أنواع تمر وما كان تمر يأكلوه تمر يحولوه ويدوروهم مشتاقات هذا هو بالنسبة لنا سوق روسيا روسيا بالنسبة لنا هي دولة استراتيجية ودولة حاليفة نجد أن نخدم معها من نقطة نجد أن يكون اتفاق تفاضلي بين الجزائر وروسيا حيث روسيا عندها اتفاق تفاضلي بعض الدول عندها التمور معنا نحضوك الآن الجزائري يروح يصدر روسيا يخلص كل الضرائب وليطاكس في روسيا من كأن بعض الدول عندهم اتفاقية تفاضلية نجد أن نقول مع الوزير التجارة نحب أن ننجح ندير اتفاقية تفاضلية بيننا وبين روسيا كي تمور الجزائرية تدخل بدون غرامات كما فرنسا وكما مصر كما تمورنا كان تروح لمصر ولا ماليزيا ولا فرنسا تروح بصفر بالمئة ما دا بنا روسيا كيف كيف وما دا بنا آسيا ودائما نقوله على أندونيسيا أندونيسيا سوق مهم جدا ومي دائما تمور الجزائر كي تروح تديها أندونيسيا عندهم لطاكس توصل حتى الـ 55% ما تنجمس تنافس أكيد فيه منافسة كبيرة مع دول أخرى دول عربية دول إسلامية تصدر التمور لكن مقارنة بتمورهم يعني فيه جودة للمنتوج الجزائري نعطيك سر تمور ما عندنا تمور تسابه تمر العجوة تشابه تمر العجوة كان بعض دول الشقيقة والجارة يشرع لنا التمور ويبيعوا فيها في الأسواق الأوروبية نعم كان منافسة كبيرة منافسة كبيرة جدا لكن الآن يجبون البنان أكتوف البنان نحن لا نعرف أنواع البنان نحن نروح لأسيا كليس بنان ليس كما يزينا الجزائر حتى هما في آسيا ولا في أوروبا ولا في روسيا لم يعرفوا ما معنى أنواع التمور الآن هم يجبوا أطواء التمور المشكل الأول كان تمور جزائرية وتسوق بدول أخرى وهذه علاجع نحن كنا غيبين في الأسواق الخارجية ما زال ما حكمناش مكاناتنا جيد وذلك الحمد لله ذلك مع الأستراتيجية الجديدة أن نشوف المصدرين الجزائرين رجعنا المكاناتنا في أسواق الخارجية بقوة ما دائما نقول نازمنا في هذا كما يقول الانتخابات الـ 12 يصنبو نازمنا نتخبو نازمنا رئيس على بلك نحن كتجار نخاسرين كما هكذا نخاسرين وعنوضر كل الأسواق الخارجية وكل ما نطولو كل ما نخاسرين أنا نقول كل الجزائريين رأوا المصدرين والصناعيين والتجار عم في خسارة كبيرة مدام ما عدناش رئيس نازم نروحوا ننتخبو نازم نكون عدنا رئيس في 12 ديسمبر باش نقدروا نخدموا بكل ارتياحية بكل صراحة روك الآن نعطيك صراحة في بسكلا كان قدها المصنع تغلق في غردايا في ورق في أكل تجارة طاحت احنا ما دابنا ننصحوهم ننزلنا انتخاب ننزلنا رئيس باش نمشو طيب لقطر تجارة والسيسة لا تقف بعضها طيب هؤلاء المستطمرين الذين يراهنون على التصدير فقط هل فيه عندهم أفكار لأنهم يحولوا هذا المنتوج كذلك هنا داخليا مثلا استثمار في مصانع تحويلية تحويل التمر لمواد غدائية أخرى معجون وما إلى ذلك فيه فيه في أمور أخرى كذلك سناعات غدائية متنوعة وفي الآن كان المصنع في بسكرا هو المالكو ندرك الآن ندير معجون التمر وندير عسل التمر وندير مربى التمر وأيضا من نوع التمر ندير علف لنعام ونديره تاني كحول طبية هذا كم نحن نشجعه المستثمرين نقول متفضلوا مرحبابي من جول بسكرا فيهمهم كيفية نديرو وأيضا من علف من نوع التمر ونبقية التمر نقدر ندير به فحم المنشط فحم المنشط الجزالة تستورد به بالملايين نقدر نحوله في ولاية بسكرا دائما كان بكل سراحة كان عراقي الإدارية كبيرة لمن يريد العمل لمن يريد استثمار الباب مفتوح شفت في مورتنا روسيا يدوه وش للأكل فقط يديروا به كل أنواع يديروا به الحلوة يديروا به الكحول الطبية يديروا به كل أنواع نحن في بسكرا تقريبا وصلنا هذا اللي طاب هذه المرحلة ماذا بنا كل المستثمرين اللي حابين يحولوا التمر مرحبا بهم قطرحنا عليه كان تمر نوع الأول ونوع الثاني تقدر تبيعه لأوروبا من الأنواع اللي تقعد والبقايا كان مصانع تحويل يعني عاجل تمر الآن التمر في أنواع نقدر نتسخرج منه أشياء كثيرة أكيد وحتى الخميرة الخبز إن شاء الله طيب هذا عن التجارة الخارجية ومستقبل التمور في تصدير تحدث هنا الآن عن مشاكل المستثمرين مشاكل الفلاحين عن التمويل عن المرافقة التقنية ممكن كذلك عن المضاربة بداية التمويل كثير من الفلاحين منتجية تمور والمستثمرين يقول لك ما فيش تمويل ماذا مالذي المقصود بالتمويل الذي يريده هؤلاء الفلاحين أتحدث هنا عن تمويل أو القرض الرفيق الذي يمنح لعدد من المتجين إلا منتجية تمور وما أشوف كان قرض رفيق وكان تحد ونحنا بكل بحكم وليات الجنوب نحن نعرب من كم يقولون من قروض الريبوية ونحب القروض الإسلامية والحمد لله الرفيق والتحدي قروض إسلامية مئة في المئة قروض بدون فويد ما بكل صراحة قبل أن تمشي الآن راهوا الفلاحين وحتى المصدرين فالرفيق والتحدي ولد فيها تعطلات كبيرة وببيروقراطية لدرجة ما تتصورش لماذا كان واحد في شهر يدي قرض وكان واحد عامين ما يديش قرض هذا هذا إشكال كبير هذا إشكال كبير ونقول لك سيد المدير العامل أبدر هل هو المشي تمليح في ثلاث سنين هذا بكل صراحة نازم يعود النظر القروض الفلاحين في ولاية الجنوب رامي يعانوا يعانوا كثير كثير جدا مطالب كذلك مرافقة تقنية من الوزارة ممكن فيها أمور تقنية يحتاجها الفلاح ميدانيا سوف الآن هذه تقاطية مرافقة تقنية كان مشكل كبير في ولاية الجنوب ولا في بسكرة ودائما نقول لهم الآن كل الفلاحين عندهم غرف التبريد وعندهم دقلت نور وكان إشكال واحد الفلاح غالط فيه والفلاح كان تعطيه وترافقوا إن قدرين نحياد الخطأ راو دقلت نور يحطوها في غرف التبريد أقل من سفر يتخرجها على هذا يمكنك أن ترى الأسواق التمر تضعه في الدر شوية كحال لهو كان مشكل تقنية كيفية نحترمو سلسلة التبريد وحنا درنا يوم دراسة مرة مع الفلاحين وهم مستعدين نجب مرافقة ويزار الفلاح نجب ترافق الفلاح راو التمر يحطه في غرف التبريد ما يحترمو سلسلة التبريد أراو كيوصل هنا يوصلكم فهزد أعلى فزد حطوه في الكونجلاتير ولا تاكلوا مباشرة ونقدروا نديروه طريقة عصرية ونحترمو سلسلة التبريد الفلاح هذون إشكالتها الكبير ما يعرفش كيف يخزن التمر فيما يخص المضاربة تحدثنا عليها من دون شك مشكل كبير كذلك للمضاربة لأنه الكثير من المستهلكين يعني كما قلوا بالعامية يمسحوا الموس في متيجية تومور يقول لك هما اللي رفعوا الأسعار لكن نعلم أنه فيه سلسلة فيه سلسلة وساطاء هما اللي يعملوا على رفع هذا السعر سعر تومور في السوق الداخلية قلتك الأسبوع هذا في سوق الجملة بـ 25.30 ألف النوع الأول وبدو شك السعر هل سينخافض مع مره الأيام مع دخول منتجات أخرى في جني تومور يكون منخفض الفلاح بالعكس الفلاح نحن نشوفه هو الحلقة الضعيفة القضية بصد الآن الفلاح الآن نقول لك في السمانة هذه رأوا بـ 25.30 ألف الكيلو جيد المشكلة سيصل كناب سبعين في التاجر تاجر التجزيع مش التاجر حقيقي في الوسط حتى التاجر تاجر تاني يوصل يوصلوا تمر غالي من الوسيط نحن نحاول كيف نقرب الفلاح مع التاجر الحقيقي وننحوه الوسيط جيد هو اللي يغلي تمر على المستهلك وعلى التاجر على الفايدة وعلى الفلاح مش يدي فايته بإذن الله سبحانه وتعالى عاد تكون إن شاء الله أتمنى لكم كامل التوفيق بإذن الله بما أنكم يعني مستطمرين في هذا المجال ونشكرك جزيلا شكر وتفضل عندك كلمة أخيرة لا لا إن شاء الله نحن جمعية وطنية للتجارة والحرافيين كسيبولونوار نحن إن شاء الله يعدنا استراتيجية كيفية إن شاء الله في المؤتمر في عشرين في الشعر هذا عن نكشف الاستراتيجية كيفية تنمية ولاية الجنوب حقيقية في التجارة في الفلاحة وأيضا في السياحة إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا ونعطيكم ورقة طريق كيفية نقضي النمو ولاية الجنوب إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيا عبد المجيد خبزي عضو المكتب الوطني جمعية تجارة الحرافيين مكلبية ولاية الجنوب نطوي مشاهدين هذا المكتب